موسيقى مئة وأربعة كتب أنزل الله تعالى على بعض أنبيائه كتبا ومنها هذه الكتب المشهورة الأربعة القرآن والإنجيل الصحيح والتوراة الصحيحة والزبور وأما عدد الكتب كما ورد في بعض الأحاديث فمئة وأربعة كتب وهذه الكتب نزل خمسون كتابا على نبي الله شيث وثلاثون كتابا على نبي الله إدريس وعشرة كتب على سيدنا إبراهيم عليه السلام وعشرة كتب غير التوراة نزلت على موسى والتوراة على موسى والزبور على داود والإنجيل على عيسى والقرآن على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليهم أجمعين خمسون كتابا على نبي الله شيث وشيث هو ابن آدم صلى الله عليهما نبئ بعد وفاة أبيه آدم شيث صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه خمسين كتابا سماويا ونزل بعده على سيدنا إدريس نبي الله إدريس كان عرف بكثرة قراءة الكتب لذلك سمي إدريس لأنه كثير الدراسة للكتب السماوية التي نزلت على شيث ونزل عليه ثلاثون كتابا سماويا وفي زمن آدم وشيث وإدريس كل الناس كانوا على الإسلام ما حصل كفر بين البشر وإنما حصل الكفر بين الناس بعد وفاة نبي الله إدريس عليه السلام حصل الكفر عبد الناس تماثيل أصنام صنعوها من دون الله والعياذ بالله هؤلاء دين عبدوا هذه الأصنام انتشر كفرهم في الأرض حتى عم البشر فأرسل الله نبيه نوحا عليه السلام فكان أول نبي أرسل إلى الكفار انتبه ليس أول نبي على الإطلاق أول رسول أول نبي على الإطلاق نبي الله آدم صلى الله عليهم أجمعين نوحا أول رسول إلى الكفار ونزل على سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام عشرة كتب يقال لها صحف إبراهيم ويقال له الخليل لأنه بلغ منزلة يقال لها الخلة هذه مرتبة لم ينالها إلا اثنان نبي الله إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليهم أجمعين وبهذا الترتيب هما أفضل الأنبياء فنبي الله محمد أفضل النبيين وبعده إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح على هذا الترتيب يقال لهم أولو العزم ما معنى أولو العزم بلغوا أعلى مراتب الصبر صلى الله عليهم أجمعين فنزل على إبراهيم عشرة كتب ونزل على سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم عشرة كتب غير التوراة أما التوراة فيكون الحادي عشر ونزل على سيدنا داود الزبور والزبور ما كان فيه أحكام وإنما كان فيه مواعظ أما التوراة والإنجيل ففيهما أحكام كالقرآن حلال وحرام وأما كل الكتب السماوية فدعت للإسلام دعت لدين واحد الدين السماوي الواحد وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام فسيدنا داود نزل عليه الزبور ونزل على سيدنا عيسى بن مريم الإنجيل والإنجيل كان باللغة السريانية وما عاد موجودا بين أيدي الناس اليوم الإنجيل الصحيح مزق وحرف وكذلك التوراة الصحيحة مزقت وحرفت كانت بالعبرية وأما الزبور قال بعض العلماء كان بالعبرية وأما القرآن فهو باللغة العربية وهو المسيطر المهيمن على الكتب السماوية السابقة معناه الأحكام التي في القرآن ألغت العمل بالأحكام التي خالفته التي كانت في الكتب السابقة فهذه الكتب يجب علينا أن نؤمن بها أن نؤمن بالكتب السماوية ولكن نعمل بالكتاب الذي هو خاتم الكتب وهو القرآن الكريم الله يجعلنا من الذين يعملون به ويختم لنا على هداه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر